أحدة من أكثر الطرق انتشاراً لإنقاص الوزن هي الاعتماد على بعض المشروبات السخنة وبعض الأعشاب في الفترة الأخيرة انتشرت أنظمة بتعتمد على أعشاب زي الماتشا والمورينجا بالنسبة كتير جداً عن الشاي الأخضر أنه بيخسس وينقص الوزن كمان القهوة الخضرة يمكن مش كتير من الناس بيعرفوا أن المشروبات دي مش بس لها فوائد في إنقاص الوزن لكن كمان لها فوائد صحية كبيرة وزيادة شربها ممكن في بعض الأحيان على الجانب الآخر يؤدي لبعض الأضرار إحنا مدام حطينا كلمة خضرة جنب أي حاجة بحزة الفل أهوة خضرة شيء أقدر منعتبر أنها صحية ولكن للأسف فيه فعلاً حاجات من المشروبات دي حتى لو أعشاب بيكون لها صاد إفاكتس أو أثار جانبية خلينا نتكلم بالتفصيل أكتر مع دكتور منايل عز الدين البحثة بمعه التكنولوجيا الأغزية صباح الخير على حضرك دكتور وصباح الورد والياسمين على كل المشاهدين اللي بيشاهدونا في صباح الخير أهل بحضرتك كل هذه الأعشاب والمشروبات الخضراء يا دكتور هل بالفعل ليها دور في التخصيص وهل ليها أثار جانبية ولا لا لأننا نسبة لنا مجرد وجود مصطلح أقدر يعني حاجة صحية جداً وآمنة هي فعلاً هذه المشروبات صحية ولكن مش هي العصائي السحرية اللي هتنقص الوزن ممكن بالعشر أو العشرين كيلو جرام أغلب هذه المشروبات بتحسن من حالة الجسم للتمثيل الغذاء يعني إيه؟ بتخلي وظائف الجسم بتعمل بكفاءة أكتر فبالتالي أنا لو متبع نظام غذائي كويس جداً بيناسب احتياجات الغذائية بمارس الرياضة بلتزم بعدد ساعات النوم ممكن تزق معايا وتسعيدني في حالة عدم اتباع نظام غذائي وعدم ممارسة الرياضة وبعتمد بعد أكل دسمة مليئة بالدهون والنشويات إن أنا أخد كوبات شيء أخضر أو ينزل يملي ورد بيها ضميري طبعاً مش هيكون لها أي نتيجة فهي أحد العوامل المساعدة لنجاح النظام الغذائي زي ما حضركم ذكرته الماتشاة الماتشاة هي عبارة نفس الشجرة اللي بناخد منها أوراق الشاي الأسود والشاي الأخضر كل اللي بيحصل إنه قبل حصاد هذه الأوراق بيغطوا الشجرة لمدة 20 يوم قبل الحصاد بحيث إن نسبة الكولوروفيل تزيد فيها أكتر فبالتالي مضادات الأجسادة فيها تكون بنسبة أكتر هي الماتشاة من الحاجات الصحية اللي بتحسن التمثيل الغذائي بتقلل امتصاص الدهون والنشويات ولكن هي ليست العصايا السحرية هو مشروب صح لصحة القلب بيحسن من وظائف المخ والتركيز ليه جوانب صحية وإيجابية كتيرة عندنا الشاي الأخضر وكتير جداً من المصريين هعمل ضايت يبقى على طول الشاي الأخضر ويبقى سعيد وهو بيتناول الشاي الأخضر الشاي الأخضر من المشروبات اللي بتحتوي على مضادات أكسادة برضو بيحتوي على العديد من الأنتي أكسيدنت زي الفلافينويد وغيرها اللي بتقوي وتدعم الجهاز المناعي ولكن هو برضو في نسبة من الكافيين اللي بتساعد على التركيز والنشاط كسر التناول الشاي الأخضر بقى طول ما أنا قاعدة أشرب شاي أخضر ستة وسبع مرات ده شيء غير صح لأن وجود الكافيين هو مضر للبول فبالتالي بيخلص الجسم من كميات مية كبيرة مع قصرة الاستخدام جفاف بالزبط هيجي لي جفاف هو حلو أنه هو مفوش كمية الكافيين زي الشاي الأسود أقل منها ولكن مع قصرة الاستخدام ممكن يعمل لي مشاكل صحية المورنجة والمورنجة على فكرة يعني عجبة قديمة جميع الحضرات القديمة حول العالم استخدمتها يعني الحضرات المصرية القديمة استخدمتها الرومان استخدموها وجد كده اختفت مع مرور الوقت لدرجة أن احنا وصلنا سنة 2010 ما كانش عندنا إلا 8 أشجار على مستوى الجمهورية وكانوا موجودين في الحضائق النباتية العامة زي حضيقة الأرمان ومع جهود الدولة بدأت تحصل إعادة تنمية وزراعة لهذا النبات وعلى فكرة هو نبات غصن البان اللي الشعراء تكلموا عنه زمان في أشعرهم وسبحان الله هي فعلا بتسمى بشجرة المعجزات القيمة الغذائية اللي طبعا هو الدارج منها إن احنا بنستخدم أوراقها بعض الشعوب بتستخدم الأوراق الخضرة بتاعتها إن هي ممكن تضفها على السلطة أو تطبخها زي السبانخ وعلى فكرة ليها قيمة غذائية كبيرة لأن هي بتحتوي على فيتامين سي أضعاف اللي موجود في الفلفل الأخضر والبرتقان والجوافة ولكن بشرط إنها ما تتعرضش للمعاملة الحرارية لأن لو تعرضنا للمعاملة الحرارية بيتامين سي بيحصل له عملية تكسير فبيتم تقطيع الأوراق الخضرة على السلطة أو ممكن ناكلها زي الجرجير أو نحطها على سندويتش جبنة طبعا بتتميز برضو بارتفاع المحتوى البروتيني فيها وتعتبر من أعلى النباتات ده حقيقي اللي بتحتوي على البروتين فيها حوالي 18 حامض أميني يعني كمية البروتيني اللي فيها أكتر من الموجود في الدواجن موجود في الزبادي بتحتوي على البوتاسيوم طالما ذكرنا البوتاسيوم يعني بنتكلم في التركيز في زيادة التحصيل الدراسي بكلم مريض ضغط الدم المرتفع بقوله بتنظم مستوى ضغط الدم المرتفع في جسمك ونصحتنا دايما لمريض ضغط الدم المنخفض إنه ما يكسرش من تناول المورينجة لأن دي إحدى الفئات اللي هي لازم تاخد بالها وهي بتتناول المورينجة كمان بتتميز بوجود فيتامين إي فيها أضعاف اللي موجود في الجزر مفيدة لصحة القلب والدورة الدموية ومفيدة لصحة الكبد وكمان مفيدة لصحة الجهاز الهضمي إحنا بنشتريها من العطار أو موجودة في السوبر ماركت في صورة باكت للشاي ممكن بيتم تكفيف هذه الأوراق وده بيبقى بنفس القيمة الغذائية لو في باكت أو بنشتريها من المجففة المجفف ده بقى مفوش فيتامين سي يعني الخضرة فيها فيتامين سي بالزبط ولكن الأوراق الخضرة مش درجة أو عندنا في الأسواق لسه فالمجفف هو اللي موجود نقدر أن احنا نشربها كشاي زي الشاي بالزبط ممكن كمان لو جبت هذا المستخلص من عند العطار سايب أو المسحوق مجفف ممكن يضاف للمغبوزات ممكن يضاف لبعض الأكلات لطبق الصلطة حتى هو جاف لأنه فعلا كنته الغذائية عالية جدا حضرتك كلمتين عن الماتشا والمورنجا والشاي الأخضر ده حقيق وحنتكلم كمان مع حضرتك كمان شواء عن الأهوة الخضرة لأنه إزاي ما فيه ناس كيفة شاي زي أنا بيقولوا كده وعشاق للشاي فيه ناس بيحبوا الأهوة بس أنا معرفش إزاي الأهوة الخضرة دي يعني برضو عايزين نفهمها من حضرتك الأهوة الخضرة وإزاي ممكن تسبب مثلا أو تساعدنا في نظام دايت أو في نظام ريجيم غذائي يعني طيب دكتور خلينا برضو في نفس ممكن الأعشابي لحدك ذكرتها ليها أي أثار جانبية ولا لا؟ بالنسبة للمورنجا مريض ضغط الدم المنخفض ما يكسرش من تناولها الحوامل لأنها بتسبب انكباضات للرحم مريض الكلة لأنها مدرة للبول فممكن بتنقص مستوى المية في الجسم والحوار مستمر مع دكتور منال عز الدين الباحثة بمعهة تكنولوجيا الأغذية بنتكلم عن الأعشاب ودورها في الدايت وإنقاص الوزن تكلمنا من شوية قبل الموجز عن الشاي الأخضر والمورنجا والماتشا وكنت بس أل حضرتك قبل الموجز عن الأهوة الخضرة إيه قصة الأهوة الخضرة؟ الأهوة الخضرة هي نفس الأهوة العادية ولكن ما بتتحمص فده بيخليها تحتفظ بمضادات الأكسادة وبتحتفظ بنسبة أعلى من الفيتامينات كومتها الغذائية بتكون أكتر لأنها ما تعرضتش لدرجات الحرارة المرتفعة اللي بتصاحب البن التاني أو القهوة التانية أثناء عملية التحميص بتتميز القهوة الخضرة أنها بترفع من كفاءة التمثيل الغذائي لأنها بتحتوي على حامض الكولوروجينيك الكولوروجينيك بيقلل من امتصاص النشويات وبيقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء كمان القهوة الخضرة بتدينا شعور شوية بسد الشهية وشعور بالشبع لفترات طويلة طبعا مفيدة لصحة القلب مفيدة للأشخاص اللي بيعانوا من الكبد الدهني بتقلل من نسبة الدهون نتيجة وجود حامض الكولوروجينيك اللي بيقلل من امتصاص الدهون ولكن برضو هي بتحتوي على الكفايين اللي بيدينا نشاط وبيدينا يقزة وتركيز ولكن برضو الاكثار منها على مدار اليوم ده شيء مصصحي كل المشروبات اللي احنا ذكرناها الماتشا المورينجا الشاي الأخضر الأهوى الخضرة الاكثار منها على مدار اليوم ممكن يعرضنا لحدوث الجفاف بسبب ان هي مدرة للبول اضافة السكر لها أثناء اعدادها بكميات كبيرة ده بيجيب عكس النتيجة المنتظرة منها لانها بترفع معدل السكر في الجسم كمان ممكن قصرة استهلاكها لان هي من الحاجات اللي بتعتبر مفيدة للجهاز الهضمي بتمنع عدوث الامساك فممكن مع قصرة الاستخدام لفترات طويلة تسبب حالة من الاسهال المزمن فلا افراط ولا تفريط في استخدام هذه المشروبات هذه المشروبات كلها بتتميز بارتفاع البوليفينولز الموجودة فيها بتتميز بارتفاع مضادات الأجسادة اللي بتدعم الجهاز المناعي وبتحارب الشيخوخة وبتقلل من فرص الاصابة بالسرطان كمان هذه الأعشاب الخضرة زي ما ذكرنا بتحتوي على الفيتامينات في حالة استخدامها بالسورة الفرشة ده بيكون أفضل ولكن الموجودة عندنا طبعا هي السورة الجفة بلاش نقعد نغلي هذه الأعشاب لفترات طويلة يعني برضو لانه بيفضل ان احنا بنكون غليين الميا وبعد كده بنضفها ونغطيها الفترة بحيث ان الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها تكون اتشبعت مع الميا واقدر اتناولها بعد كده بتقدر تجيب نتيجة يعني ايجابية ولكن هي ليست العصايا السحرية وده دايما بأكدوا على السادة المشاهدين لازم النظام الغذاء السليم الاهتمام بعدد ساعات النوم ممارسة الرياضة شرب الميا وعايزة أذكر شرب الميا مهم جدا مع هذه المشروبات أي مشروب يحتوي على الكافيين لازم نشرب مع الميا عشان نعوض الفاقد اللي هيخرج من أجسامنا في الميا حتى دايما الشاي الأحمر العادي بنقول للناس تشرب بعدي كباية ميا على فكرة الشاي الأحمر والشاي الأخضر والماتشا هو نفس النبات ولكن توقيت حصاد الأوراق هو اللي بيخلي عندي المنتج بيختلف من نوع لنوع حصائص تحتهم ممكن تكون بتختلف شوي ده حقيقي كلامك سليم يا أستاذة جمانة كمان أنا عندي الشاي الأخضر أنا بقطفه زي الماتشا وخلاص بنبتدي نتعامل معاه الشاي الأحمر اللي بيحصل إن احنا بنعرضه لمعاملات حرارية بيتعرض للأكسادة لدرجات الحرارة المرتفعة فبيفقد كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسادة وعملية التحميز دي على فكرة بتزود نسبة الكفايين في الأهوة العادية وفي الشاي الأحمر بتزداد فيهم نسبة الكفايين ولكن كلهم بيتطفقوا زي ما قلت لحضراتكم إن هم بيرفعوا من كفاءة التمثيل الغذائي في أكسام طيب دكتر للأسف بقينا بنشوف بعض الأنظمة الغذائية الغريبة جدا عن المتعارف عليه في الدايت يعني معروف إنه ممكن في نظام غذائي حد عايز يخس ممكن يقلل شوية الكاربوهايدريت أو النشويات ممكن يقلل شوية الدهون ولكن بيبقى نظام غذائي متكامل صحيح مؤخرا بقينا بنشوف أنظمة غذائية بتعتمد يا على فاكهة بس يا إما على مشروبات بس يا إما حتى على زي الكيتو مثلا تعتمد على الدهون بس دهون بس يعني أعيز أعرف من حضرتك كطورة أو يمكن مدى فعالية هذه الأنظمة الغذائية ده اللي أعرفه من حضرتك أولا هذه الأنظمة الغذائية ما ينفعش أي شخص يلتزم بيها ويتبعها لأن الكيتو لما تحطي فكان لمرضى الصرع في بداية الأمر لما نيجي نطبق الكيتو اللي بيحتوي على نسبة دهون مرتفع على مريض قلب على مريض كولوسترول ده بيضيع الدنيا طبعا لأن فيه نسبة دهون عالية جدا مريض كابت دهني برضو بيضيع الدنيا فهذه الأنظمة إحنا ما بننصحش باستخدامها واللي حابب يستخدمها لازم يكون تحت إشراف طبي ويكون شخص سليم زي اللي هيخش كليات العسكرية بالزبط كده يكون وظائف جسمه سليمة لا يعاني من أمراض ما بيعانيش من سكر والارتفاع في ضغط الدم مهم جدا برضو أن النظام الغذائي عندي يكون متنوى في الخضار في الفكهة في النشويات في البروتين في اللبن في المية مهم جدا أفضل الأنظمة الغذائية مؤخرا اللي أثبتت نجحها وبأكد برضو اللي يلتزم بيها يكون شخص سليم لا يعاني من ارتفاع ضغط الدم ولا أمراض القلب ولا السكر الصيام المتقطع لأن الشخص بيامتنع عن الطعام لفترات وهو على فكرة جاية فكرته من الصيام رمضان لأن صيام رمضان طبعا الأبحاث العلمية كلها حول العالم أثبتت أن ليه فوائد صحية عديدة فجي منه الصيام المتقطع ولكن بيختلف عن صيام رمضان أن احنا ممكن نتناول مشروبات بدون سكر على مدار اليوم فالنظام الغذائي اللي أنا نصحت دايما النظام الغذائي اللي فيه حوالي خمس وجبات يعني ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين بينياتين نقلل من كمية السكر يعني كلما السكر على الفكرة ده كارثة كبيرة جدا لأن معلقة السكر الواحدة بتديني عشرين سعر حرارة يعني احنا عندنا بعض الناس في المشروبات زي الشاي أو القهوة بيشربها سكر زيادة ممكن أربع معالق وخمس معالق مع زيادة عدد مرات على مدار اليوم ممكن بيصل لربع كيلو سكر بس دخل في جسمين وإحنا يعني الوطاف قوي كمصريين طول ما أنا ما عنديش مرض السكر فأنا بتعامل مع السكر بكل ود وكل حب لتحصل المشكلة وعاوز أقول أن مشكلة السكر مش في الإصابة بس بمرض السكر لأن مرض السكر بيزود نسبة الالتهابات في الجسم بيعمل تكييسات مبايد للسيدات بيسبب السمنة بيسبب مقاومة الأنسولين بيسبب الإصابة بالسكر فنصحتي دايما للسادة المشاهدين نقلل بقدر المستطاع من السكر هنلاقي أنه بيفرق معانا على الميزان مع الالتزام بالنشويات النشويات مهمة لأنها مصدر للطاقة وأنا جسمي محتاج طاقة وأنا مش هعيش طول النهار على السوائل والخضار والفكهة مهمين هيمدوا الجسم بالمعدن والعناصر المعدنية وطول الوقت أنا قاعد تعبان ما عنديش قدرة على العمل وهبطان فمثلا هنقول نظام غذائي سريع كده للسادة المشاهدين يعني وجبة الفطار أهم حاجة إلى عيش البلدي لأنه فيه ألياف فبتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة نصر غيف بلدي معاها مثلا جبنة أريش عليها طماطم وخضار والجبنة الأريش من الحاجات المرتفعة جدا في نسبة البروتين ممكن اليوم الثاني يكون 4-5 معالق فول البيض الحاجات الكويسة جدا البليلة من الحاجات الكويسة دي كلها اختيارات مش كل ده يكون موجود على مائدة واحدة وجود الخضروات مش لازم طبق الصلطة الخاص الجرجير الحاجات دي كلها مهمة جدا مهمة جدا شرب الميا مفيش مشكلة لو خدت بين الفطار والغد صمر اتفكها كباية زبادي كباية لبن رايب مفيش مشكلة الغد عندنا ياريت نبتدي بالترتيب اللي هقوله طبق الشربة لو فيه شربة ياليه طبق الصلطة ياليه البروتين هنلاقي نفسنا ما بنأكلش رز ومكارونة وعيش في النهاية بكميات كبيرة والعاشة كباية زبادي مع صمر اتخيار هتكون حاجة كويسة كبيرة يا رب نعرف نعمل حاجات دي يا رب نعرف نعمل حاجات دي نتعاشة زبادي طبق الصلطة مشكوري شكرا جزيلا على كل المعلومات دي وزي ما حركت قلت هي بشي العصة السحرية يعني منفعشي افضل طول اليوم اشرب شاي اخضر على اساس انه هي ممكن تخليني تخسس وزني ما هيش العصة السحرية نازم التزم بنظام غذائي متكامل العناصر زي ما حضرتك قلت مشكوري شكرا جزيلا دايما بتنورينا وبتشرفينا وبتفدينا كده بالمعلومات دكتور مانال عز الدين البحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية صباح الخير على حضرتك صباح النور على حضركم بسعد دايما بلقائكم في صباح الخير يومنا احنا عصد مرسي الحضرة اهلا نسا